بيرسي تاو وضعه مختلف بيرسي تاو من اللعيبة اللي طلقتهم عينك من اللعيبة اللي طلقتهم عينك الستايل بتاعه باللمسة بتاعته بالتحركات بتاعته خطفت جمهور الاهلي من البداية وبالمناسبة وبما اني باتكلم على بيرسي تاو لانه هو من الصفقات الجديدة بيرسي تاو طلب المشاركة في مباراة سانداونز اللي جاية الاهلي حيبقى عنده مباراة المقصة مش حيلحقها بيرسي تاو وجاري تجهيزه قدر المستطاع طلب المشاركة هنا ما هو فيه واحد ممكن يقوم جاي واخد لك العنوان كده ويقول لك إلحق بيقول لك ان بيرسي تاو عايز هو اللي بيحدد ازا كان يشارك ولا لا ما انا شفت اصل في الشغلانة دي كتير وشفت الناس بتعمل كده بداع ان يعني قال يعني ده كده راجل امين وهو يعني لا يمت للامانة بصيلة لا بيجيب القبر ولا بيجيب اللي انا قلته ولا يجيب اي حاجة اخد لك العنوان وياخدوا كده سكرينشوت ويقول لك بص يلحق فبالمناسبة يعني بقول للناس اللي بتعمل كده تقول لا المهم بيرسي تاو طلبوا للمشاركة رغبة منه في ابداء جاهزيته واستعداده للمشاركة مع الاهلي في مباراة سانداونز سريعا يعني هو بيقول للمدير الفني انا جاهز انا عايز العب انا عايز اشارك انا موجود وبالتالي المدير الفني اللي هو بيتسو موسيماني بيحدد امكانية مشاركة اللاعب من عدمه هنا الامور تعود الى نصابها الطبيعي ولكن لعيب الكرة احيانا يبقى لازم يعمل ايه يقول لك الديني امارة انا جاهز انا مستعد تلاقي مثلا الشناوي يغل قوي في الكرة ويبقى مستعد قوي ويقول لك انا جاهز وعايز علعب الماتش اللي جاي وعايش تغل تأهيلي واجهز لماتش الترجي واعمل معافشة اه 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 افشا كانت صاب انا بتكلم قبل جدا افشا كانت صاب تلاقيه برضو نفس القصة عايز كان الاهلي كان عنده ماتش الترجي وعايز يخفه بسرعة عشان يلحق ايه بيقى موجود في خدمة التيم بتاعه وفقه الحاجات اللي شبه كده اللي بتأكد جاهزية اللعب دي النوعية دي النوعية بالمناسبة اللي بتناسب النادي الاهلي